احياكم الله بناء الطلبة ستة في اربعة اربعة وعشرين واي تكعيب فيها سالب اي يعني بيطلع سالب اربعة وعشرين اي اذا خطأ هنا وخطأ هنا ايش الخطأ هنا اثنين عليهم انه هان لا هنا سالب اربعة وعشرين اي صح سالب اربعة وعشرين اي اذا الصفاء هي اللي صح هنا لانه خطأ اي تكعيب بتساوي سالب اي اي تكعيب تساوي سالب اي في اربعة وعشرين بيطلع سالب اربعة وعشرين اي هنا تحدي بيقول ببسط العدد المركب هذا يعني بدنا نضربه بنفسه ثلاث مرات واحد زاد اثنين اي في واحد زاد اثنين اي في واحد زاد اثنين اي خلينا نضرب اول اثنين بيصير واحد تربيع واحد وبعدين يعني واحد زاد واحد في اثنين اي اثنين اي وهنا اثنين اي يعني بيصير اربعة اي زاد اربعة اي تربيع هذا ضرب اول اثنين مضروب في الثالث اللي هو واحد زاد اثنين اي بصفه هون سالب اربعة مع الثلاث الواحد بصير سالب ثلاث زاد اربعة اي واحد في واحد 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 في اثنين اي اثنين اي واثنين اي في واحد اثنين اي مجموعهم اربعة اي اثنين اي في اثنين اي اربعة اي تربيع بصيروا سالب واحد زاد واحد سالب ثلاث الآن بدنا نضربهم بايش بواحد زاد اثنين اي بنوزع سالب ثلاث في واحد سالب ثلاث سالب ثلاث في اثنين اي سالب 6i انتهينا من السالب 3 4i في 1 زائد 4i 4i في 2i زائد 8i تربيع تمام 8i تربيع تعطي سالب 8 مع السالب 3 بيصير سالب 11 وهنا ناقص 6i زائد 4i بيصيره ناقص 2i طبعا كله شرحناه سابق الان هالمارات تفكير عليا يعني نختم بالدرس ما نشرح اشي جديد هذا سؤال 57 ثلاثة اعداد مركبة اضرب اول اثنين والناتج نضربه في العدد الثالث سؤال 58 حدد ان كانت الجملة الاتية صحيحة دائما او احيانا او غير صحيحة ابدا يتكون كل عدد مركب من جزء حقيقي وجزء تخيلي بس احيانا يكون لما يكون حقيقي صحيحة احيانا ليش ان احيانا يكون حقيقي لحاله او تخيلي لحاله اكتب عددين مركبين يكون ضربهما عشرين حسن شيء بدنا اياهم اربعة زائد ستاش يعني عشرين وخلينا ناخذهم مرافقيا هذول يكونوا اثنين ناقص اربعة اي في اثنين زائد اربعة ا دول عددين مركبين لما نضربهم يطلع حصل ضربهم عشرين وضح كيف ترتبط الاعداد المركبة بالاعداد التربيعية وكيف نحدد ان كانت المعادلة التربيعية حلول ام لا طبعا العدد المركب هو حل لانه جذر سالب واحد وجزء من حلول المعادلة التربيعية هذا السؤال الستين سنجيب عليه بالدرس اللي بعد هذا مباشرة وزي تمهيد للي بعده خلينا نشوف لانه احنا كنا قبل نقول اذا المميز سالب ما في حل لا الان اذا المميز سالب في حل لانه يطلع عدد مركب سناخذوه بعد هذا الدرس ما قيمة اكس واي لان تدريب على اختبار ما قيمة اكس واي اللي بيخلي الجمل هذول صحيحة نبدأ جزء الحقيقي هنا لا بدأ تبسيط هاي مش بيين الجزء الحقيقي جزء الحقيقي خمسة ناقص اكس هذا الجزء الحقيقي والجزء التخيلي زائد هي اي اربعة ناقص واي هذا الجزء التخيلي ليش ناقص لانه سبقها ناقص اربعة هي موجبة اني معاي ناقص واي كله مضروب في اي اذا اين الجزء الحقيقي والتخيلي هذا الجزء الحقيقي وهو يساوي سالب واحد يساوي سالب واحد اما الجزء التخيلي هذا هو وهو يساوي سالب ثلاثة اي او سالب ثلاثة لحاله عشان اعيب منقابلها اروح نحل المعادلات خمسة ناقص اكس يساوي سالب واحد اطرح خمسة اطرح خمسة بيصير سالب اكس يساوي سالب ستة اضرب الطرفين بسالب واحد او اقسم على سالب واحد اكس تساوي ستة ما في غير الاولى شوفوا الثانية اربعة ناقص سبعة يطلع سالب ثلاث نعم اذا الاولى هي الصحة كنت قبل شوية بدأ اعطيكوا القاعدة للتربيع لزي هات لما فكينا التكعيب لاحظوا ايه يعطي بالنهاية الاول تربيع ناقص الثاني تربيع هذا الجزء الحقيقي فنقدر احنا نسوي قاعدة او نفك على القاعدة اللي هي بتقول ايش ايه زائد بي تربيع ساوي مربع الاول زائد اثنين ايه بي زائد مربع الثاني هي او اني اضربهم بقواس زي ما ضربت قبل شوية يا مربع الاول تسعة زائد اثنين في ثلاث في ستة ستة وثلاثين اي لا نا اثنين في ثلاث ستة في ستة ستة وثلاثين في اي زائد مربع الثاني ستة اي تربيع يعني ستة وثلاثين اي تربيع لان هاي بتصير سالب ستة وثلاثين مع التسعة سالب ستة وثلاثين ناقص تسعة بيطلع سالب سبعة وعشرين زائد ستة وثلاثين آه إذن الإجابة هي D طبعا إن شاء الله رح نأخذ خش على حل المعادلات التربيعية وخصوصا اللي نستخدم القانون العام والمميز الدرس القادم إن شاء الله هيك حلينها لكم هراء التفكير العليا وتدرب على اختبار شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله